على الهامش كده وإحنا بنسخن شوية الأهلي بيشارك في اجتماع الفيفا استعدادا لكاس العالم الأهلي شارك في الورشة دي أنا بس أزوروني عندي دور برد عنيف جدا لكن النهاردة معنا أفشى فبالتالي لم يكن يصلح أبدا الاعتذار حضر من نادي الأهلي خالد مرتجئ من السندوق والقائم على ملف الفيفا ومعه كل من الكابتن سمير عدلي ممثلنا على الفراخ الأول من نادي الأهلي من إدارة الإعلام محمد سلطانه أشرف أمين مدير اللواح والترخيص حناني الزيني هاني حساما مدير التنفيذي لشركة الأهلي لخدمات الرئيضية محمد أباقيل أندرو يوسف سف حسام دول ممثلين إدارة التسويق بالنادي من شركة الأهلي لكرة القدم نيرا علي مدير التسويق وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية وأحمد عزب مسؤول التسويق بالشركة الحقيقة كان فيه منقشات كتيرة عن كافة الترتيبات والملاعب والإجراءات كلها من أولة لآخرها ويبدو أن هناك اجتماعات أخرى قادمة بالتوفيق إن شاء الله في التدريبات النهاردة تدريبات استشفائية طبقا للماتش اللعبة اللي لعبت مراني التدريب استشفائي اللعبة اللي ملعبتش تمراني التمرينة قوية سألت أنا عن علي معلول قالولي الحالة كل يوم أفضل من الأول سألت على عمر قاله كان عنده نازلة برد حمز علاء كان عنده نازلة برد وسام أبو علي في حالة من الإطمئنان الداخلي على وسام أبو علي قد يلحق بمباراة أيرلاندو بايرتز يوسف أيمن مش مبسوط أوي يعني هي كرة القدم كده عمر الساعي كمان مبارح ما استغلش الفرصة اللي جات له حتى لو لمدة ربع ساعة النجم عمر السلية اللي عمل معنا حلقة ولا أجمل مبارح الحقيقة وأمتعنا وأمتع الجماهير بالحلقة الجميلة والصهرة الجميلة مبارح وإن شاء الله النهار ده أفش هو الأخر يمتعنا بحلقة جميلة لكنه هو زي ما قلت لكم أنه في الشتاء كولر بيحب يمرا الصبح حبش يمرا أخر النهار يعني أصطفى شبير على أهبة الاستعداد دائما وأبدا برفقة شناوي وحمزة ومصطفى مخلوف رضا سليم دكتور جابالة أحمد جابالة والجهاز الطبي والجهاز المعاون والجميع يعني هتلاقي اللي ملعبوش هم أكتر الناس اتمرانوا طبعا بعد الفوز هذه وسام موجودة هو زي ما قلت لكم باستمرار يعني عادي جدا جدا الأمور جيدة إن شاء الله يكون في الملعب خريبا جدا ويطمئن جمهور النادي الأهلي هذا كل ما يخص فريق كرة القدم ده تدريب بيعمله حقيقة المدرب ميشيل يانكون طبعا الشيناوي مش موجود لأنه كان موجود في مباراة مبارح ودايما اللي بيأخذ المباراة بيريح إلا إذا رغب أنه يعني قد التمرينة فبيستعين ميشيل يانكون ببعضا من الحراس الشباب حزم جمال كان مع منتخب الشباب اللي تأهل بصعوبة مبارح لكنه زي ما أنتم شايفين حالة من الجدية ومن الإصرار عجباني الفكرة بتاعت النظارات وعجباني التجارب الجديدة اللي بيعملها يعني كل لأنها كلها حاجات فيها رد فعل فيها سرعة رد فعل لعبة بالرجل واللعبة بالإيد والاستلامات والتمريرات أمور جيدة أمور كلها جميلة يعني عجبني التنافس الشديد جدا بين مصطفى وبين حمزة وبين مصطفى شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف طبعا مع محمد الشناوي أنه كل واحد بيتمنى في النهاية أنه يعني يحرص مرمى النادي الأهلي ومن ثم يحرص مرمى منتخبنا الوطني دي التدريب التخصصي للسنائي مصطفى شبير وحمزة علاء ونتمنى يا رب إن شاء الله للنادي الأهلي التوفيق فيما هو قد ترجمة نانسي قنقر